يا اختمالك يا اختمالك يا نهوين انت تعبتي قوي من الهز حبه شمال وحبه يمين طب حبه يمين وحبه شمال هقه ايوه 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 اديلو اديلو يلا يلا ايوه محبه بالعصاية بقى يعني عشان نروق نروق العالم التعبانة اللي عندها المكبوتة زغراتي يا ولية يا مكبوتة انتو هي اها المادام جاية تفرج عنكم وتفرج وتنعليشكم فاكرين اسمويه إبراهيل نصر لما نسائب نسائب أراهب نسائب نسائب أراهب وإن سدنا الحكومة السلام عليكم ورحمة الله يارب تكونوا جميعا بخير وأهلا بكم في الفيديو جديد طبعا أنا مش لقي كلام غير إن أنا مستغربة ومصدومة جدا كنت كل مرة بقول لزمائلي وأولهم مدام إيمان مصرية في فرنسا إن حاولي ما تبقيش هجومية أو بالطريقة الفضيع دي لكن لأول مرة في حياتي بقدم لكم يعني الفيديو النهاردة بصوت مدام إيمان لأن يعني مدام هناء في فرنسا أو نوأة النهاردة تستحق بصراحة إنها تاخد كلمتين في جنبها أنا ما كنتش نوأة تكلم في موضوع النقد شوية كده لحد ما لاقي حاجة تريند يعني تستحق إن أنا أتكلم فيها فما كانش فيه قدامي غير إن أنا يعني مدام هناء بصراحة يعني زعلتني بصراحة نوأة زعلتيني وشكرا للبنوتة اللي اسمها نونا اللي بعتت له وقالت لانتقاد الجميل تسلام يا قلبي ربنا يا ربي سعيدك ويا ربي يسلم كل اللي بعت لكم منتات جميلة مش عايز أنسى حد وأنا من شوية كنت بساج الفيديو على هناء على أساس النهية يعني بلغوا عنها البلدية وكنت بقول إن عيب جدا ومن العار إن إحنا نكون مع بعض عرب وإن إحنا نغير من بعض أو نبلغ عن بعض في الغربة ده بيعتبر خيانة أنا وصفته بإنه خيانة لكن أول ما شفتها بصراحة بتترقص بالطريقة الغريبة دي أنا غيرت رأيي عن الفيديو وما عملتوش وبعدين إيه اللي حصل يا هناء عشان توصلي بالمستوى المتدني ده يا ماما يعني أنت بيتحاول إن أنت تقلدي الفنانة سهير البابلي مثلا يا ماما الفنانة سهير البابلي لو قعدت 100 سنة ضوئية مش هتقدر توصلي لخفة دمها وبعدين سهير البابلي يا ماما قعدت تترقص على المسرح وعملت مصرحية شرع محمد علي باين ولا العلمة باشا لسه لفتت نظري مصرحية العلمة باشا بعد ما توفت مسكينة يعني ربنا يا ربي سمحها ويغفر لها هي تابت يعني الستة تابت وقالت حبيبي يا الله وانت رجعتي من نقطة الصفر تاني معقولة وصوتك ده الفضيحة ده ينفع يعني الكلام ده ده سهير البابلي ما عملتش اللي انت عملتيه لما هزت وسطها لما هزت وسطها بصراحة كانت أشرف من الصوت اللي انت عملتي ده اتكلمتي بترقق اتكلمتي بإحق جنسي مش هتكسف ان انا أقولها لك مش هتكسف ولا تحرج النهار ده ان انا أقولك اتطاق الله في نفسك اللي انت عملتيه ده يا ماما احنا شايفينك وانت مش شايفة نفسك ولا حاسة ان انت وصلت لمستوى متدني وسبالة للأسف يعني فينك كنت لسه مبارح عملة تقولي صورة الواقع والدقية جميلة في حياة الإنسان ليه وصلتي للمرحلة المقززة دي وانت عارفة ان في ناس مستنيالك غلطة يعني انت مثلا لو كنت بالليل بتصور الفيديو ده او بتفكري مع نفسك ان انت تعملي التصرف ده وخلاص ربنا سطرك ان انت بتترقصي في القوضة ده أقصى حاجة قدامك يعني ان انت ما حدش تشوف المنظر ده فربنا بليل سطرك وانت الصبح طلعت ما شاء الله ونشرت الفيروس في جميع أنحاء العالم ما شاء الله عليك تتحس دي يعني هو انت عشان الناس تطلع تنتقدك او في مزاجك ان انت تعملي ترند ملقتيش ان غير ان انت تطلعي على الناس ان انت تفضحي نفسك والناس اللي بتكتب لي الجهل انا باعتبرهم جهل والله اللي بيكتبوا في التعليقات انت ازاي تغتبيها انت ازاي تكوني منتقبة كرهتونا في النقاب او بت اي حد بينتقد يا جماعة طب سبحان الله المنظر اللي انتوا شفتوه ده ده عجبكم ليه ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض يعني ينفع كده لفسدت الارض وله الدمى الصوامع وبيع ومساجد يذكروا فيها اسم الله كثيرا فاحنا لما بنشوف حاجة يعني لازم نقولها ما ينفعش ان احنا ما نقولهاش يعني ما كانش سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا من رأى منكم منكرا فليغيره طبعا بسألكم انتوا نقهوا النهاردة يعني بسألكم سؤال مباشر الناس اللي بتهجمنا بتقول علينا ان احنا بنمتقد بغباء انتوا ايه رأيكم في اللي عملته هنقب في فرنسا دي يعني انت ما بقتيش عارفة تعملي ايه عشان تستفز المتابعين وقنوات النقد مرة العربية تكسرت بتاعت ميسي وجين ومرة مش عارفة ايه فانا لاحظت فعلا ان انت يا مدام هنقب يعني بتجذبي على المتابعين وعشان تطلعي تجذبي على المتابعين وكل كذب اجذبتيها في حياتي كوم واللي انت عملتين نهاردة ده كوم تاني يعني عار اعظم من عارفة تسول اه مليون مرة انا بشكر كل شخص فيكم يا جماعة بعتلي كلمة طيبة اه بعتلي كومنت جميل حاجة كده بترفع معنوياتي يعني لكم دعوة هتقابلوني بيها قدام ربنا سبحانه وتعالى بجد انا بحبكم اوي وعجزة عن شكركم لكل اللي بيشترك في قناتي وبيعمل لايك ولكل شخص بيبعث كومنت سلبي عايز اقوله انك لازم تفكر قبل ما تكتب التعليق الف مرة لان انت ساعات بتكسر قلبنا بالكلمة وساعات بتقول كلام سيء جدا فده مش هيخلينا ان احنا نبعد عن ان احنا نقول كلمة الحق انا عن نفسي يعني وهحاول اقول دايما كلمة الحق بطريقة ترضي ربنا سبحانه وتعالى من غير ما حد يزعل مننا حتى مدام هناء دلوقتي لما تسمع كم كلمة جديدة اوي لازم اقولها لك عشان افوقك انت النهاردة عملت شيء سيء وعايزاك تطلعي تعتزر للمتابعين وقبل ما تعتزر المتابعين تصلي ركعتين لله حبيب سبحانه وتعالى رب العالمين وتدعي امام الدعاء ده ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا حبيبي يا الله بحبكو في الله والسلام عليكم ورحمة الله